أنا دائماً أصرخ على عيالي وأعرف أنه هذا غلط وقد يسبب انعدام الثقة عندهم فكيف أربيهم تربية متميزة؟ طبعاً علشان تربينهم تربية متميزة لازم توقفين صراخ يعني إذا أنت مش تهي تصارخين صارخي قبلها تدخلين البيت حتى لما تدخلين البيت شهوة لصراخ مالتش هذه تنتهي راحت زائد أنه إذا تربينا عيالك على الصراخ صراخ 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 معناته أنه عيالك كسبوا الصراخ يعني شوفين عيالك حتى هم يتكلمون مع بعض صرخون ليش صرخون؟ لأنك أنت ربيت يوم على الصراخ لا وأنت بعد عندك معلومة يعني يعني عندك معلومة أنه الصراخ تعدم الثقة في النفس وهذا كلام صحيح أنه الطفل تنهز سير عندها اهتزاز بالثقة في نفسه من كثرة صراخ همه ثم طبعاً آخر شيء في السؤال تقول فكيف أربيهم تربية متميزة؟ طبعاً هذا لقائنا اليوم راح نتكلم عن التربية المتميزة بس أنا عندي قبل لا أجاوب على هذا الشيء من السؤال أولاً لازم توقفين الصراخ طبعاً الصراخ معناته عصبية معناته أنت لازم تعالجين عصبيتك لو ترجعين إلى قناتنا على اليوتيوب دكتور جاسم تيفي أنا مسجل أكثر من لقاء في كيف الواحد يضبط أعصابه أثناء تربية أبناءه وكيف الواحد يتحكم في مشاعره ويتحكم في أعصابه وكيف أنه يتحول العصبي إلى حليم أنا مسجل لعدة لقاءات ممكن ترجعي لها وتستفيدين منها السؤال الثاني ولدي يسأل كثيراً وأنا أمل من كثرة أسئلته فكيف أتصرف؟ يعني أنتوا الحين بعد ما يسير يعني أنتوا حين يايبين عيال اللي حينما نقول طفل الطفل في له مواصفات يعني أنتوا الحين تشترين سيارة بعدين تقولين لا السيارة لازم أفتحها في المفتاح ولازم أعبيها بنزين علشان تمشي أنا لا لي خلق أفتحها في المفتاح ولا لي خلق أني أعبيها بنزين طيب عيال ليش شاري السيارة أنت؟ طيب شون رح تمشين يعني؟ شون رح تمشين بالسيارة؟ يعني أتيبين طفل وتقولين طفلي كثير الأسئلة هو عموماً الطفل من عمر ثلاث سنوات إلى خمس سنوات معدل معدل يسأل في اليوم ما يقارب من ثلاثمائة سؤال هذا الطفل الطبيعي طبعاً ثلاثمائة سؤال ليش؟ لأنه حين في مرحلة احنا نسميها مرحلة الليش الليش بلهجتنا الليه باللغة العربية مرحلة اللي ماذا لأنه طوام فتح عين على الدنيا فمو فاهم إيه مثلاً أني شوف القلاس هذا وشوف المسكة ماما ليش أكو مسكة هني؟ طيب أنا أقدر أمسك القلاس شذي ليش حاطين مسكة؟ ليش؟ هاي مرحلة الليش ماما ليش الماء يشفف؟ مرحلة الليش ماما ليش الزجاج يطلع صوت؟ شوف حين بالقلاس سأل ثلاثة سيلة ماما ممكن أنا أشرب الماء من فوق شذي ما في داعي أقرب حلجي أرفع وأفتح وأشرب ممكن؟ هاي سؤال رابع هذا كله في القلاس السؤال الخامس ماما ممكن أنا أحط الأصفر هذا مثلاً أدخله في الماء أنا أقعد داخل هو قاعد يتعلم هو قاعد يكتشف الدنيا قاعد يكتشف الحياة وبالتالي لما يكتشف إحنا نشوفه قاعد يسوي أخطاء يعني يمسك القلم هذا مثلاً ويروح يشخبط الكبير اللي هو الأب ولا الأم يشوفونه قاعد يرتكب غلط بس هو مو قاعد يرتكب غلط هو قاعد يكتشف هو قاعد يفكر هذا القلم شون يكتب وش اللي يخليه القلم يكتب هو حمخه قاعد يشتغل وذلك لماتين الأم بتقولها لا غلط لا تكتب على الطاولة أنت ش سويت أنت خربت الطاولة هو الحم مو فاهم يعني قاعد يشوف الأم قاعد تصرخ يقول بقلبه هاي شفي علامة هاي شفيها هاي هاي شفيها هاي ما عندها عقل طبعاً هو هذا حوار الداخلي هو ليش؟ لأنه هو في مرحلة الاكتشاف وأنتو في مرحلة العصبية فهو مو قادر يفهم اللغة هو اللي يفهمه لما يكون الإنسان في مرحلة الاكتشاف ويكون في شخص كبير المفروض الشخص الكبير يعلمه شنه هو قاعد يكتشف يعني يكشف له أسرار الحياة يفهمه الدنيا شلون ماشية مو أنه يصرخ ولا يعصب ولا يمل فالأخت هذه تقول ولدي يسأل كثيراً وأنا أمل لا غلطانة مني يسأل كثير جاوبي كثير أصلاً بالعكس إذا الطفلك ما سأل أنت لا ستسألين أنت تقول لها ماما تعرف هذا الليت اللي فوق الإضاءة كيف تتشوف ماما تعرف هذا الورق مثلاً الورقة هذه تعرف الورقة هذه شون يصنعونها تعرف تعرف الورقة شون يصفطونها بالشكل هذا أنتو يعني أنتو سألوه أنتو سألو ماما الآلة الحاسبة هذه تعرف لما أنتو الطيق شذي شون تحسب أنتو شرحوا الله يعني أنتو إذا الطفل ما سأل يعني هذا دورنا نحن نعلمه مو نمل من أسئلته لا طبعاً السؤال الثالث أنا تطلقت وأولادي عند زوجي فكيف أن نربيهم تربية متميزة وهل ممكن الأطفال في أسر مطلقة يتربون تربية متميزة طبعاً 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 شوفوا الطلاق ما لا علاقة لا تدخلون الطلاق بالتربية يعني طلاق وفاة مثلاً يعني أنا اليوم استقبلت سؤال عندي في السوشال ميديا يعني واحدة تقول أنه الولد توفت أمه فأخذتها خالته خالته طبعاً ما أحسنت تربيته وبعدين قعد أربع سنوات عند الخالة لما صار عمرة طبعاً لما توفت أمه كان عمرة ستة وقعد أربع ساعة سنوات عند الخالة فصار عمرة عشرة بعدين اكتشفوا أن الولد مو متربي تربية جيدة عند الخالة فقامت خذتها الجدة تربي الآن السؤال الولد تربوياً مضروب يعني شوه مضروب يعني ما هو متربي تربية جيدة الآن الجدة هل ممكن تستدرك ما فات هذا سؤال الجواب بالنسبة لي الجواب نعم لو تجيبون لي شخص عمره 40 سنة ولم يتلقى تربية جيدة أسألكم نفس السؤال أنا بأسألكم هل ممكن استدراك ما فات الجواب نعم طبعاً يعني خياركم بالجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أهم شيء الفقه والعلم إذا فيه فقه وعلم ويطبق هذا الفقه والعلم خلاص انتهى الموضوع فإذا لا تدخلون قضية الطلاق الوفاة لا تدخلونها في فساد تربوي انتبهوا خاصة إذا الزوجين يعني المطلق والمطلقة اتفقوا على طريقة التربية اذا اتفقوا على طريقة التربية لا يوجد مشكلة في الموضوع السؤال اللي بعده بنتي اجتماعية معي ومع أبوها ومع الأهل ولكن في المدرسة هادئة وقليلة الكلام فإن هذه مشكلة يعني تبيني أنا جاوبكش أنا قلتش لا والله مو مشكلة أنا ماني شايفها مشكلة بالعكس أنا ما أشوفها مشكلة يعني ترى في بعض المسائل يعني أنا تعرض علي حالات أحيانا تقولي الأم أو الأب يقولي أن المعلم أو المعلمة تقول عن ولدنا كذا 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 أنا شا أقول له أقول له ترى المعلم غلطان أنت تعرف قلدك ترى أكثر من المعلم المعلم يشوف ولدك ثلاثة أربعة ساعات أنت ليل نهار ولدك عندك وكل جمعة وخميس أنت عايش مع ولدك وفي الصيف أنت عايش مع ولدك يعني الأوقات اللي قاعد يقضيها فيها ولدك معاك أكثر من الأوقات اللي موجودة في المدرسة فأنت مو كرش يقول للمعلم مو كرش يقول للمعلم صحيح انتبه فلا يغشكم أنتوا كلام المعلمين لا يغشكم إذا المعلم أو المعلمة عطتكم معلومة لا تتلقونها بالقبول افحصوا هذه المعلومة بعدين شوفوا نتائج الفحص يمكن تكون المعلومة هاي صحيحة يمكن تكون المعلومة غير صحيحة إذا لا تستعجلون في الأحكام مو كل شي يقولون المعلمين معناته صحيح يمكن ولدي أنا ما في شيء أنا عندي واحد من الحالات يعني ولد المعلم رح كلم أو مدرسة أجنبية مدرسة أمريكية والولد كله ساكت والأولاد يلعبون راح المعلم كان يقول حق الأبو هذا مريض نفسيا لازم توديه طبيب نفسي المهم طبعا الأبو أخذ الولد ووده الطبيب نفسي قوم الطبيب النفسي عطاه أدوية عطى الولد أدوية صار الولد اللي عمر نسع سنين صار يعخذ حبوب وأدوية أربع خمسة أشهر الأبو شاف الولد يعني حياته تلخبطت المهم يهي مرة يسألني قال لي القصة كذا 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 قلت له الحين بالسؤال يعني طبيب النفسي شنو شخص الولد قال ما أدري يعني بس قال يمكن عنده انطوائية قلت له طيب هو انطوائية نوعين في انطوائية مرضية وفي انطوائية صحية يعني بعد واحد ساكت طيب شو المشكلة انه ساكت يمكن نسبة التأمل والتفكر عنده عالية شو المشكلة في الموضوع بعدين مو كل الناس يتكلمون ولا كل الناس اجتماعيين مية بالمية يعني الآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم طول عمره ومن أقرب الأصدقاء إليه وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 24 ساعة في سفر في حضر في ليل في نهار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بحدود 200 وكذا حديث أبو هريرة رضي الله عنه لازم من النبي صلى الله عليه وسلم خمسة سنوات روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسة سلاف حديث فإذن مرافقة أو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرافقة أوهريرة رضي الله عنه لكن رواية أبو هريرة بمعنى آخر تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما تكلم أو بكر الصديق فالناس أجناس في ناس تحب تتكلم وايد كثير في ناس ما يحبون يتكلم وانوا وايد يحبون يشتغلون كثير في ناس عمليين في ناس متعتهم الكلام ما تأخذون منهم إنجاز بس قاعد كلام بكلام كلام 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 وما في إنجاز وحتى القرارات اللي في الحياة تسمعونها يقول أنا قررت أنا قررت أنا قررت بعدين تشوفها ما سوى ولا شيء من القرارات بس كلام عنده متعة كلام ويتخيل نفسه هذا صنف من الناس في صنف ثاني ما يتكلم لكنه منجز في صنف ثالث من الناس يتكلم وينجز فإذا مسكين الولد تدمر بسبب كلمة من معلم وهذه الكلمة اللي من المعلم ما هي ما هي صحيحة فانتبهوا حق هالمسألة يعني لا تغشكم وخليكم واعين لها السؤال اللي بعده بنتي مريضة مرض مزمن فهل ممكن أن تكون قائدة ومتميزة وهل أستطيع أن نربيها تربية ناجحة الجواب نعم أنا طبعا لما قريت هالسؤال تذكرت يعني أنا عندي كتاب ألفتة من زمان سميته علماء رغم التحدي لأنه كانت تعرف علي مثل هالمسائل كثير من الأبا والأمها تقولولي عندنا ولد من ذوي احتياجات الخاصة نقدر ربي تربية مميزة عندنا طفل كفيف عندنا طفل أصم عندنا فيه إعاقة حركية هل ممكن يكون متميز؟ فالموضوع صار عندي فضول صراحة طبعا كنت أجاوب أن الجواب نعم ممكن لكن صار عندي فضول لشان أقول خليني أبحث في علمائنا هل من ذوي الاحتياجات الخاصة من علمائنا يعني ما تم إعاقتهم بسبب الإعاقة اللي كانوا يعيشونها أو المرض المزمن؟ فألفت كتاب هذا هو الكتاب كتاب اسمه علماء رغم التحدي يعني هذا ألفت أنا تقريبا أكثر من عشر سنوات وذكرت فيه مجموعة يعني مثلا العز بن عبد السلام كنموذج كيف أنه كان فقير فقير جدا والفقر ما منعه من أن يكون عالم وسلطان العلماء الإمام الأوزاعي مثلا معروف الإمام الأوزاعي نشأ يتيم فليتم ما أعاق تربيته أن يكون عالم من العلماء عطاء مثلا بالأبي رباح رضي الله عنه ورحمه الله عطاء كان مشوه يعني الفك عنده الفك ما كان سليم الوجه نفسه كان فيه تشوه اللي اليوم يسمونه مرض مزمن يسمونه يعاقات جسدية إلى آخره لكنه كان علم من الأعلام وإذا تكلم عطاء رحمة الله عليه ما في عالم يتكلم أصلا بصمته كبيرة ربيعة الرأي من أكبر العلماء ربيعة الرأي ياريت جرون سيرته تربى والأب غايب يعني الأب غاب أكثر من 40 سنة ونشأتين شيئة متميزة ربيعة الرأي على الرغم من غياب الأب فإذا يعني أحيانا صير في ظروف في الأسرة لكن ما يعني هذا أنه عندنا طفل الأحنف مثلا بن قيس كان معاق يعاق حركية لكن مع هذا يعني يشوفوا شلون يذكر التاريخ وابن سيدة مثلا طفل كفيف يعني مثل أبو العلاء المعري يعني معروف شاعر معروف وجهبد لكنه كان كفيف على فكرة بتهوفن بتهوفن اللي يعني يتغنون في موسيقى وكيف أنه طور الفن وكيف عنده الحس الموسيقي يعني رهيب كان أصم ما يسمع هذا بتهوفن يعني حتى مرة أسأله قالوا له يا بتهوفن أنت يعني شون أبدعت في الموسيقى وأنت ما تسمع فقال قال أنا أعرف الحس الطربي اللي عندي الطرب من عيون الجالسي يعني يقرأ العيون يشوفهم إذا هم متناغمين مع الموسيقى اللي قاعد يغنيها ولا لا اللي يعزفها ولا لا فإذن لما نتكلم إحنا عن يعني علماءنا نتكلم عن يعني يعني أمام أبو حنيفة رحمة الله عليه مثلا كان طفل وحيد أديسون بالمناسبة يعني كم اكتشاف سوى أديسون كم اكتشاف أديسون يعني مئات الاكتشافات وبراءات الاختراع أديسون كان أصم أصم فإذا لما يكون الطفل يعني عنده مرض مزمن مثل ما قالت الأخت ما يعني هذا إنه إحنا ما نقدر نربيه تربية صالحة أو متميزة أو إنه ما يكون قائد لا 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 مشرط يعني طاه حسين طيب كان أعمى الشيخ كشك الله يرحمه كان أعمى بن باز الله يرحمه المفتي كان أعمى الإمام الشافعي كان يتيم يعني أنا حلو بسطرهم يعني راح أسطرهم لكم كلهم أيوب عليه السلام كان مقعد للفراش وهو نبي من الأنبياء ويالله مرض مزمن لكن مع هذا ما عاقة يعني لا تربطون الطلاق في سوء تربية لا تربطون الإعاقة فيها سوء تربية لا 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 أنتوا تابعون التربية يعني معلبة جاهزة تجيكم ما يسير هالحياة لازم فيها تحديات حياة من غير تحديات أصلاً ما فيها تربية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنة وهم لا يفتنون لازم فتنة الفتنة لازم حتى تنضج الإنسان حتى في الدين يعني الإنسان حتى في دينه لابد أن يفتن حتى يقوى الدين عنده فهذا شيء طبيعي فإذن لابد من تحديات في الحياة ولازم أن أكون مهيئ نفسي للتحديات وأن التحديات ما تغلبني ولا تهزمني وإنما أنا أخطط كيف أتجاوز هذه العوائق حتى يكون عندي تربية متميزة السؤال اللي بعد هل المدارس الأجنبية أو الحكومية تربي تربية متميزة؟ لا أنت طولوا بالكم عليه شوية المدارس ما لها علاقة بالتربية يعني المدارس لها علاقة بالتعليم المدرسة تعلم لكن ما تربي أحياناً الله يرزقكم معلم متميز عنده نفس تربوي فيضيف على التعليم تربية ممكن ممكن بسعد هذا أنتو بين كل ألف معلم تلقولكم واحد في المنهج هذا ولذلك إحنا ما نستطيع أن نقول أن المدرسة تربي ومخطئ الأب أو الأم اللي يعتقد أن المدرسة تربي التربية في البيت التربية مسؤوليتكم أنتو أنتو تربون المسألة ما فيها دلع ولا فيها أنكم أنتو ترمون المسؤولية على الآخرين لا 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 تربية أنتو مسؤولين عنها سواء عندكم طفل أو عندكم عشرة أطفال أنتو مسؤولين والله عز وجل يوم القيامة ما رح يحاسب المدرسة ولا بيحاسب المعلم ولا بيحاسب مدير المدرسة الله بيجرجرنا إحنا من رقبتنا وبيحاسبنا إحنا على أولادنا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فالله عز وجل يسحب الأب ويسحب الأم ويحاسبهم على التربية هل ربه ولا ما ربه لكن الله ما يحاسب المدرسة على التربية فهذه نقطة مهمة كيف أعرف أني متميزة في التربية أو ناجحة هو حقيقة في معايير يعني إحنا مثلا في خدمة معين تربوية يعني معين إحنا نعطي خطة تربوية للأباء والأمهات نعطيهم شوفوا من عمر من عمر سنتين إلى عمر خمستععش سنة كل سنة نسلم الأب أو الأم خطة تربوية مدة سنة يعني إذا اشترك معنا الطفل عمر سنتين خلال 24 ساعة توصلنا الخطة مدة سنة كيف إحنا هنشتغل معاه وإذا اشترك الطفل عمر خمستععش سنة حان نرسل خطة تربوية تتناسب مع خمستعش سنة فكل سنة من السنوات الخمستعش هذه فإحنا عندنا خمستعش خطة تربوية كل سنة لها خطتها بعدين كل أسبوع إحنا مقسمين الخطة كل أسبوع نرسل للأباء والأمهات قيمة من القيم الأسبوع هذا مثلاً القيمة الإيمانية الأسبوع اللي بعده القيمة السلوكية مثلاً شون يعزز الثقة بنفسها مثلاً جانب سلوكي الجانب الاجتماعي كيف علاقاته مع أصدقاءه لو أحد في المدرسة ضربه مثلاً أو تنمر عليه شون يتعامل معه شون يقوي علاقته مع أخوانه وخواته بعدين التربية المالية كيف يحافظ على ألعابه كيف ينمي فلوسه وكيف نربيه على التجارة هاي كلها موجود في معين التربية الجنسية من عمر سنتين لخمسة عشر سنة كيف نربيه الطفل تربية جنسية سليمة مهارات الحياة اللي هي شون يحفظ بشكل سريع كيف يتخذ قرار سليم كيف ينظم وقته اللي هي المهارات هذه تأتي بشكل أسبوعي ولما تأتي بشكل أسبوعي كل الأسبوع توصل حق الأب والأم القيمة توصل معها التطبيقات والأنشطة والألعاب اللي يسوونها داخل البيت بعدين كل أسبوع أنا أرسل لكم قصة من السيرة النبوية تتناسب مع القيمة كل أسبوع حسب عمر الطفل وكل أسبوع أنا أرسل لكم فيديو للطفل عشان يشوفه يعني مثلاً بنكلم طفل عمره 7 سنين عن الصبر فتشوفون هالأسبوع أرسل لكم فيديو عن الصبر فتوررون الفيديو للطفل فيقول آه فهمت فهمت يعني شو معنى الصبر بعد ما شاف الفيديو كارتون عن الصبر لأنه أحياناً الطفل الأم أو الأب يكلمونه بس ما يستوعب الفكرة أو يمكن الأم والأب ما عندهم القدرة على توصيل المعلومة ولذلك إحنا استخدمنا بأكثر من وسيلة وسيلة بصرية وسيلة سمعية في معين حتى نوصل القيمة بالشكل السليم فإذن إحنا المعايير المعتمدينها ستة اللي هي التربية الناجحة والمتميزة ما هي الستة معايير اللي وردتكم إياها هذه المعيار الأول هذا التربية الإيمانية قاتلين السلوكية اجتماعية المالية التربية الجنسية ومهارات الحياة إذا الأب والأم اشتغلوا بهذه المعايير الستة معناته هم قاعد يحققون تربية متميزة معناته هم عندهم خطة تربوية واضحة يعني شوفوا هذه خطة الخمستعش عمر هذا كلها شوفوا هذه كاملة هذه كاملة هذا اللي قاعد أوريكم إياها الآن هذا هي الخطة التربوية لكل عمر يعني اللي وريتكم إياها الصورة هذه هذه من عمر سنتين إلى خمسة عشر سنة هذه نشتغل عليها إحنا وفريق العمل مدربين على العمل فيها والمستشارين اللي معايانا اللي يجاوبون على المشاكل وعلى الأسئلة لأن كل طفل يتعرض لمشكلة الأم أو الأب مش تركين معنا في معين من حقهم أن يرسلوا لنا المشكلة وخلال أسبوع نجاوب على المشكلة وتوصل لهم وتوصل لهم الحلول حلول عملية يعني ويطبقونها فإذن الجواب على كيف أعرف أني أنا أربي تربية متميزة ناجحة نراعي الست جوانا تخاف تكلم ولدك عن التربية الجنسية؟ أو أنت ما تعرفين شو أنت عاملين عيادت وتوصل لهم المعلومة في التربية الجنسية الصحيحة؟ بالمناسبة أكثر التحرشات الجنسية والمشاكل تصير مع ضحايا لم يتلقوا التربية الجنسية الصحيحة نحن عندنا في خدمة معين التربوية منهج متكامل في كيف نعلم عيالنا التربية الجنسية من عمر سنتين إلى خمسة عشر سنة ولذلك مهم جدا أن نحن نفاتح عيالنا نسولف معهم نوعيهم نتكلم معهم وهذا الكلام من أجل حمايتهم أما أني أنا أمنع عنهم المعلومة فيأخذونها من غيري أو يتعلمون من غيري بالتالي أنا خسرت ولدي فخدمة معين التربوية تساعدكم في تربية عيالكم تربية جنسية